اشتركوا في القناة بحريني والعماني أبرز المواضيع المهمة والكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز تبادل الاستثمارات والدفع بها نحو آفاق أربح أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة لكل البلدين هو أحد مخرجات اللجنة الوزارية البحرينية العمانية المشتركة فالملتقى البحريني العماني الأول للتنمية الاقتصادية والتعاون المصرفي أطل بمحاوره الثرية ليعكس رغبة الجانبين لمأسسة التعاون واستدامته وتهيئة الظروف كافة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيز تبادل الاستثمارات والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة بين المنامة ومسقط طبعا هذه الورشة الأولى وهذا جاءت تنفيذ للتوصيات اللجنة البحرينية العمانية المشتركة براسة وزارة الخارجية في كل البلدين وحرصهم على ترجمة ما تم الاتفاق عليه من توصيات على الأرض الواقع فتم الاختراح أن نختار أربع مجالات رئيسية تم اختيار المجال المالي المصرفي وأيضا في موضوع إصباح سوق العمل وأيضا في مجال التعدين والأمن الغذائي طبعا سلطنة عمان عندهم تجربة متميزة في هذه المجالين فنحاول نستفيد منهم فهناك في تكامل في التعاون على مختلف المستويات ملتقى فرصة كبيرة للتبادل وجهات النظر والخبرات البحرين المركز المالي مرموق وهو معروف طبعا في منطقة الدول الخليج ونحن في سلطنة عمان يعني لنا الطموح ولنا الرغبة فأن نكون فيه هناك تبادل معرفي وخبراتي في المجال المالي والمصرفي رؤى وسياسات بنيت على دعائم الرؤية الاقتصادية في كل من البحرين وعمان ومناقشات بناءات جاءت على لسان المشاركين في الملتقة لتحديد أوجه التكامل بين البلدين والتي جالت في مواضيع هامة تركزت في مجملها وكان من بين أهمها وقد ناقش المشاركون في الملتقة خلال جلستين مجموعة من المحاور حول التنمية الاقتصادية والتعاون المصرفي واستقطاب رأس المال الأجنبي في القطاع المالي في إطار تبادل الخبرات واستكشاف الفرص إلى جانب مناقشة دور المصارف في تحفيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدين وسبل التعاون في مجالات الاقتصادية كافة ركزنا حقيقة على بيئة الاختبار الافتراضية في البلدين بالنسبة لشركات تقنية والتكنولوجيا المالية وركزنا أيضا على جوانب الجذب الاستثمار الأجنبي والAQC اللي هي طبعا معرفة عميلك الإلكتروني عوائد الملتقة الإيجابية ومخرجاته الواسعة لا يمكن حصرها في نطاق كلمات معدودة فالمؤمل منه وبجهود ممثلي البلدين أن يتم رفع مستوى التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص خلال المرحلة المقبلة إلى جانب فتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البحرين وعمان وتحسين دور المصارف في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وصولا إلى دعم الابتكار والتنمية المستدامة في البلدين الشقيقين ملتقا يدعم النظرة التفاؤلية لمستقبل الشراكات التجارية البحرينية العمانية من خلال العمل عن كثب على استكشاف الفرص ورسم مسارات العمل الجديدة وسبل الاستفادة من مكامن وعوامل القوة الاقتصادية التي يتمتع بها البلد لتلفزيون البحرين محمد رشادت